عدم تزامل الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية مع بعضها البعض أمر توافق عليه الفلسطينيون متخطين بذلك أولى العقبات أمام إقامة هذه الانتخابات التقرير التالي والتفاصيل ما بين استعداد أبدته حماس وجهوزية أبدتها السلطة الوطنية تبدو الأجواء الفلسطينية ذاهبة إلى انتخابات متتابعة تشريعية ثم رئاسية هذا يأتي بعد إعلان لجنة الانتخابات المركزية انتهاء سلسلة المشاورات الأولية في غزة ورام الله بتوافق جميع المشاركين سواء فصائل أو مؤسسات مجتمع محلية على أن الانتخابات هي حق دستوريا للمواطنين وأن عقدها يتطلب تحمل الجميع للمسئولية الوطنية موافقة حركة حماس عجراء الانتخابات بالتتابع أزاح أحد التحديات الرئيسية أمام إجراء انتخابات تشريعية في فلسطين على الرغم أننا نحتاج إلى اتفاقات مختلفة فيما يتعلق بالنظام الانتخابي ومجمل القضايا المتعلقة بالعملية الانتخابية لكن الأجواء اليوم فيها تفاؤل إلا أن هذا التفاؤل محدود ولا يمكن سحبه على جميع القضايا العالقة فيما يتعلق بالعملية الانتخابية حنى ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية أطلع الرئيس محمود عباس على نتائج مباحثاته في غزة عباس بدوره أكد على الإرادة السياسية لإجراء انتخابات عامة وتذليل كافة العقابات أمام إجرائها فيما كان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أكد من ناحيته تمسك حركته بالدخول في انتخابات شاملة فيما وافقت كل الفصائل على عدم تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية على أن لا يزيد الفارق بينهما عن ثلاثة أشهر نحن رحبنا بموافقة الجميع على إجراء الانتخابات وتذليل مشكلة ضرورة تزامنها رئاسية وتشريعية معا أعتقد أن الجميع عبد مرونة بالقبول بأن يكون هناك فاصل زمن بين الاثنتين ولكن لا يمكن أن تجري الانتخابات بشكل صحيح وتشمل القدس والضفة الغربية وقطاع غزة بدون توافق وطني لذلك المطلوب الآن اجتماع وطني يضم الجميع للتوافق على كل آليات الانتخابات مع تذليل الكل الفلسطيني لعقبة تزامن الانتخابات التشريعية ورئاسية يبقى أمام الفلسطينيين ثلاثة تحديات عليهم مواجهتها الأول هو فرض الانتخابات في القدس في ظل رفض الاحتلال لذلك أما الثاني فهو أن يكون قانون الانتخابات واحدا في كل المناطق فيما الثالث فهو كيفية أن تكون العملية الانتخابية نزيهة بشكل كامل وما هي الآليات والضمانات لتحقيق ذلك وقبل كل هذا فإنه في ظل عدم إمكانية تطبيق اتفاقات المصالحة فإن الانتخابات لربما ستكون السبيل الأخير لإنهاء الانقسام الأمر ينتظر الآن فقط بحسب المحللين مرسوما رئاسيا بتحديد موعد ليوم الاقتراع من مدينة رمال المحتلة حافظ أبو صبراء رؤيا